السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل السادة المتابعين الافاضل احب اعرف حضراتكم ان القناة متوفر عليها دلوقتي منهج الساينس اتمنى من حضراتكم تتابعونا لان اللي هيدرس المادة استاذه من افضل الاساس المتخصصين في مادة الساينس وزي ما احنا متعودين هنوفر شرح كامل ووافي لكل اجزاء منهج الساينس و هنوفر كمان ملخصات شاملة للمنهج و هيكون معها مجموعة من الشتات و برضو هنحل اسئلة كتاب الاساس المادس علشان توصلوا للفيديوهات هتلاقوا بلاي لست او قيمة تشغيل الفيديوهات عنوانها ساينس جريد سيكس ساكند تير هتلاقوا كل الفيديوهات موجودة فيها ان شاء الله اهلا بكم حبابي طلاب جريد سيكس في درس جديد على قناة برايفل اتماس لسونز ان شاء الله هنحل مع بعضين اكسرسايز سيرتين اللي كان على درس اللاترال اريا ان التوتال اريا فور ايتش اوف زا كيوب اند زا كيوب و ايد يلا مع بعضين نبدأ الدرس و نشوف المسائل اللي عليك كيوب اول كويتشان معا بيقول لي كالكيولات زا كيوب اند توتال اريا فور ايتش اوف زا كيوب اول كيوب عندي السايد لانس بتاعه ففتين احنا عرفنا ان اللاترال اريا عبارة عن فور اس سكويرد اللي هي فور تايمز ففتين سكويرد لما نعملها على كالكيولاتور هتدينا 900 سانتيمتر سكويرد طيب والتوتال اريا لي عبارة عن 6 اس سكويرد لي عبارة عن 6x15 سكويرد هتدينا على كالكيولاتور 1350 سانتيمتر سكويرد طيب يلا هنا السايد لينس 8 دي سي ميتر يبقى اللاترال اريا عبارة عن 4xS سكويرد اللي هي 4x8 سكويرد تدين على كالكيولاتور 256 دي سي ميتر سكويرد والتوتال اريا دي عبارة عن 6s سكويرد اللي هي 6x8 سكويرد تدين على كالكيولاتور 384 دي سي ميتر سكويرد يلا نشوف هنا السايد لينس 12 متر يبقى اللاترال اريا عبارة عن 4s سكويرد اللي هي 4x12 سكويرد تدين على كالكيولاتور 76 متر سكويرد والتوتال اريا هي عبارة عن 6s سكويرد اللي هي 6x12 سكويرد تدين على كالكيولاتور 64 متر سكويرد مسائل سهلة جدا بنعوض في كالونين بس 4s سكويرد و 6s مسائل اللي بعد كده يقول لي سكويرد سكويرد نفس الكلام اللاترال اريا عبارة عن 4s سكويرد اللي هي 4x6 سكويرد تديني 144 سكويرد والتوتال اريا ب 6s سكويرد اللي هي 6x6 سكويرد تديني 216 سكويرد سكويرد يلا اللي بعد اياها ما تديني الاجلانس ب 1.5 عايزة توتال اريا توتال اريا 6s سكويرد اللي هي 6x1.5 سكويرد لما نجي نعملها على كالكيولاتور ستديني 13.5 سنتيميتر سكويرد طيب اللي بعديها يقول لي افزا لاترال اريا of a cube 36 سنتيميتر سكويرد فاينتس توتال اريا اللاترال اريا عبارة عن 4s سكويرد ده معناه ان الاس سكويرد عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللاترال اريا ديفايد 4 لاحة 36 ديفايد 4 تديني 9 سنتيميتر سكويرد يبقى التوتال اريا عبارة عن 6s سكويرد اللي هي 6xs سكويرد 9 تديني 54 سنتيميتر سكويرد اللي بعديها بيقول لي that's the lateral area of a cube whose total area is 48 انا عندي التوتال اريا اللي هي 6xs سكويرد ده معناه ان السكويرد ستإكوال التوتال اريا ديفايد كام ديفايد ال 6 ديفايد هي تديني كام 8 سكويرد يبقى اللاترال اريا اللي هي 4s² عد ايقوالز 4x8 تديني 32 متر سكويرد مثال اللي بعد كده بيقول لي the total area of a cube is 384 cm squared find the area of one face of this cube اللي هي ايه اللي هي s² وعايز الagellance اللي هو s وعايز اللاترال area اللي هي 4s² يبقى كده اول حاجة total area يبقى عن ايه 6s² يبقى s² او area of one face ايقوالز total area divided 6 يبقى نكتب كده الarea of one face of one face s² ستاكوالز معنا 384 divided in 6 اللي هي تديني 64 سانتيمتر سانتيمتر سكويرد طيب الagellance احنا عارفين ان احنا عارفين ان يبقى عن 8 times 8 يبقى الagellance على طول حات equals 8 سنتيمتر خربيه ويمكن نجدها ويمكن نجدها بالكالكوليطور كده نستعمل السيمبول بنسميه root ندوس كده عليه ونحط في تحت 64 equals اللي جابة معناها ان 8 times 8 ستقوم 64 سهلا جيب اللاترال اريا بعد كده تبقى فور اس سكوير الليها فور تايمز سكستي فور الليها هتدينا سانتيمتر سكوير طيب يلا اللي بعديها بيولي افزى توتال اريا افا كيوب اس احنا عارفين ان التوتال اريا افار عن سكس اس سكويرد ده معناه ان الاس سكويرد ستايمز التوتال اريا ديفايد ال 6 اللي هي 216 ديفايد ال 6 هتديني 36 سانتيمتر سكويرد واحنا عارفين ان ال 36 افار عن ايه 6 تايمز ال 6 يبقى السايد لانس اللي هو اس هيكوال زي معانا 6 سانتيمتر يبقى اللاترال اريا اللي هي فور اس سكويرد هتبقى 4 تايمز 36 اللي هي 144 سانتيمتر سكويرد والفوليوم هيبقى الس كيوبد اللي هو 6 تايمز 6 تايمز ال 6 هيديني برضو 216 بس المرة دي كيوبك سانتيمتر اذا المسألة اللي بعديها بيقول لي اذا سام اف ادج لانس اف اكيوب از 120 عايز اللاترال اريا والتوتال والفوليوم السام اف ادجيز ده عبارة عن ايه ده عبارة عن 12 اس انه هما 12 سايدز يبقى السايد لانس اللي هو اس هاي ايقوال زي ايه السام اف ادجيز اللي هو 120 ديفايد 12 يديني 10 سانتيمتر يبقى اللاترال اريا اللي هي 4 اس سكويرد يبقى 4 تايمز 10 سكويرد اللي هي 4 تايمز 100 يديني 400 سانتيمتر سكويرد والتوتال اريا يبقى 6 اس سكويرد اللي هي 6 تايمز 10 سكويرد اللي هي 6 تايمز 100 سكويرد 600 سانتيمتر سكويرد ايزين الفوليوم ده عبارة عن اس كيوبد اللي هي 10 كيوبد تديني 1000 كيوبك سانتيمتر مساء اللي بعد كده يقولي اذا برامتر اف اون فاس اف اكيوب اس 24 سانتيمتر عايز الاجلنس وعايز اللاترال اريا والتوتال اريا طيب هو البرامتر عندي كان بي ايقوالز ايه البرامتر عندي بتاع الوان فاس او بتاع السكويرد كان بي ايقوالز 4 تايمز السايد لانس يبقى الاجلنس عندي اللي هو الاس ده هي ايقوالز ايه البرامتر البرامتر اللي هو كان 24 تديني 6 سانتيمتر البرامتر اذا نے ايقوالز مساءه البرامتر ساحل 4 уль 6 البرامتر والتوتال ستبقى 6s² اللي هي 6x6² تديني 216 سنتيمتر سكويرد يلا اللي بعديها يقول إذا برامتر of the base of a cube is 28 سنتيمتر زي اللي فوق بالظبط البرامتر عبارة عن 4s يعني السايد لينس اللي هو s ده عبارة عن البرامتر يعني 28 يعني 4 اللي هو 7 سنتيمتر سكويرد يبقى اللاتورال اريا عبارة عن 4s² اللي هي 4x7 سكويرد يعني 4x49 يديني 196 سنتيمتر سكويرد ويبقى التوتال اريا عبارة عن 6s² اللي هي 6x7 سكويرد اللي هي 6x49 تديني 294 سنتيمتر سكويرد يلا اللي بعديها يقول لك يبقى هم يديني يبقى هم يديني 6s² يبقى ممكن على طول اقول ان الرشيو ما بين اللاتورال اريا والتوتال اريا هتبقى 4s² 2x6s² نقوم بسكويرد نقوم بسكويرد اي ان كانت القيمة اللي هو مدهاني طبعا الاس سكويرد انا هتروح وانا هتروح هديني 4x2 2x6 نقوم بسكويرد نقوم بسكويرد نقوم بسكويرد تديني هنا 2 وتديني هنا 3 يبقى الرشيو او النسبة ما بين اللاتورال اريا والتوتال اريا لأي كيوب في الدنيا لازم ستكون 2 2 3 لماذا هذه سنتيمتر ليس سكويرد هذه 7 سنتيمتر مسألة بعد ذلك يقول لي وانفولدن the opposite shape الشكل اللي قدامنا ده اولاد دا كيوب بس انا فردينه لو حبينا نتخيله ده كده بيز ده كده البيز بتاعته ودي كده الجوانب لو طبقنا الجوانب دول وجنا طبقنا ده بعد هنلقى البيز التانية او السقف بتاعه يبقى the format solid is a cube طيب اللاترال area of this cube is ايه هو مديني side لين سا عندي هنا 6 اللاترال area 4 S squared يعني 4 times 6 squared اللي هي 4 times 36 144 سنتيمتر squared والتوتال area 6S squared اللي هي 6 times 6 squared يديني 6 times 36 اللي هي 216 سنتيمتر squared يبقى هنا 144 سنتيمتر squared وهنا 216 سنتيمتر squared يلا نشوف مسائل كنبي the lateral area of a cube equals 4 times area of one face والتوتال area عبارة عن 6 times area of one face طيب a cube of edge length 6 it's lateral area equals ايه هيبقى 4 times 6 squared اللي هي 144 centimeter squared والتوتال area of a cube of edge lens 4 equals كام total area هتبقى 6 times s squared s squared اللي هي 4 squared يعني 6 times 16 اللي هي 96 centimeter squared يلا اللي بعديها بيقول الedge lens of a cube is 50 millimeter يبقى التوتال area بتاعته كام التوتال area 6 s squared اللي هي 6 times 50 squared اللي هي 6 times 2500 اللي هي 15 thousand millimeter squared احنا عايزين نجيب الناتج بالسنتيمتر squared يبقى نعمل ديفايد الكام ها ديفايد 100 اللي هتبقى لزي معنا 15 thousand ديفايد 100 سنتيمتر squared اللي هي 150 سنتيمتر squared يلا اللي بعديها if the area of one face of a cube five centimeter squared زين التوتال area of this s equal سهلة جدا total area six s squared اللي هي six times ما نحطش بقى five squared لا ده دي الarea نفس سهلة s squared 30 centimeter squared يلا اللي بعديها the sum of the edge lenses of a cube equals 24 the sum of edges equals 12s لانهما 12 sides هو عايز area of one face نجيب الاس الاول او edge lens s اللي هو 24 divided 12 تديني كام تديني 2 centimeters يبقى area of one face اللي هي s squared equals two squared اللي هي four centimeter squared اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق وضفون كاش على رقم اللي قدام كو على الشاش مثلا بعد كده مديني الفيس area of a cube is four centimeters يعني الاس squared مدهني بكام مدهني four centimeter squared واحنا عارفين ان الاس squared اللي هي الاجلانس times الاجلانس يبقى انا عندي الفور ستبقى عبارة عن two times two يبقى الاس عندنا بكام بtwo centimeters يبقى الفوليوم بتاعنا اللي هو هي equals معنا s cubed هي بقى two cubed اللي هي كام اللي هي eight cubic centimeters هنا eight طيب اللات اللات area of a cube is hundred centimeter squared زين its volume equals watt اللات area عبارة عن four s squared يعني s squared hundred divided four اللي هي twenty five centimeter square وإحنا عارفين إن twenty five دي عبارة عن five times five يبقى الاس عندنا five centimeters يبقى الفوليوم باس cubed اللي هي five cubed اللي هي one hundred twenty five centimeter cubed بنا one hundred twenty five يضل بعد يحن بيقول الفوليوم لكيوب is thousand cubic centimeter زين التوتال اريا اكوال زوا الفوليوم عندنا باس كيوب وإحنا عارفين إن الاس آل أبارة عن ten times ten times ten يعني الاس كيوب أبارة عن s times s times s يبقى الصيد لينس أبارة عن 10 سنتيم يبقى التوتال اريا أبارة عن six s squared لها six times ten squared 6 times 100 تديني 600 centimeter squared يلا اللي بعديها الراشيو بين الاريا of one face of a cube and its lateral area الاريا بتاعت الone face s squared اللateral area 4 s squared نعمل divided divided s squared تديني 1 2 4 هنا 1 وهنا 4 طيب الراشيو between الاريا تحت الone face to cube وال total يبقى s squared 2 6s squared divided s squared تديني 1 2 L 6 هنا 1 وهنا 6 طيب الراشيو between lateral area وال total area يبقى 4 s squared 2 6s squared divided s squared لدي هنا 4 لدي 6 يلا divided 2 يبقى عندي هنا 2 وعندي هنا 3 يبقى هنا 2 2 3 يلا مع بعضنا نشوف مسائل choose بيقول إذا lateral area of the cube equals the area of one face times times 4 طيب if the perimeter of one face of a cube equals 4 centimeter then total area equals 1 parameter 4 times side length وهو بيقول equals the cam equals 4 معنى كده ان side length 4 divided 4 اللي هو 1 centimeter يبقى total area عبار 6 s squared اللي 6 times 1 squared 6 centimeter squared يلا اللي بعد here the area of base of a cube is 49 centimeter squared then it's lateral area equals 1 area بتاعت el base اللي هي area بتاعت squared يعني 4 times 7 squared 196 طيب اللي بعدي here a cube of total area 150 then the length of its edge equals total area total area 6 s squared يعني s squared عبارة عن total area divided 6 اللي هي 150 divided 6 اللي هي 25 centimeter squared و 25 دي عبارة عن 5 times 5 يبقى الagellance عندي بكام ب5 طيب التوتال area للكيوب 24 يبقى الفوليوم بكام التوتال area اللي هي 6 s squared يعني s squared عبارة عن التوتال area divide 6 اللي هي 24 divide 6 which is 4 centimeter squared وال 4 دي عبارة عن 2 times 2 يعني side length عندي 2 ويبقى volume اللي هو s cubed عبارة عن 2 cubed اللي هو 8 طيب اللي بعدي اكيوب its volume is thousand then it's lateral area equals 1 لما يكون volume by thousand يبقى side length بكام بتن يبقى lateral area اللي هي 4 s squared عبارة عن 4 times 10 squared اللي هي 400 centimeter squared طيب اللي بعد ايا a cube shaped box without a lead has can faces لو عندي cube من غير غطة يبقى لي can faces to five طيب a cube without a lead of edge length three is total area equals one لما يكون cube من غير lead يبقى لي five faces والarea بتاعة one face s squared يبقى total area هتبقى five s squared مش six بقى المرة دي اللي هي five times three squared اللي هي five times nine يديني 45 centimeter squared يلا اللي بعدي the area of one face of a cube equals a total area the is ratio equals one over l six مساء اللي بعد كده بيقول a container water tank is in the form of a cube عندي container بنخزم فيه مية التانك ده على شكل cube بيقول the inner length is one point five meters البعد الداخلي 1 point five meters it's want to paint it to prevent the rust عايزين ندهنو علشان ما يصديش the cost price of one square meter is fifteen jump bound calculate the cost of painting علشان أحسد تكلفة اطلاق أو تكلفة إن المساحة الكلية بتاعته أنا مش هدهنو من ناحية واسيب ناحية لأ ده أنا هدهنو كله من وفوق ومن تحت يبقى نحسب total area ونطلعها بالmeter square كل meter square تكلفته 15 يبقى نعمل times total meters times cost 1 meter يدين total cost لل painting يبقى أول حاجة أقول ايه أقول total area equals total 1.5 6 times 1.5 square 13 point five meter square تكلفته 1 15 يبقى the cost of painting equal as 15 times 15 Egyptian pounds why هتدين 202 point five نجيب شنب طيب نسأل بعد كده يقول الشكل اللي قدامنا ده ميتكون من two cubes the edge length of one of them is two and that of the other is one centimeters then find total area of the solid نخب بالنا ان ده موجود على ده ففي جزء عندي من الكيوب الكبير ده مش موجود من ضمن total area بس نلاحظ ان الجزء ده قده بالظبط يعني الحتة دي كده قد بالظبط ال base اللي قاعد على الجزء اللي مش ظاهر ففي يبقى total area بتاعت الشكل ده عبارة عن ايه عبارة عن total area للكبير ويبقى عندي فوق الجزء بس اللاترال وال lateral area بتاعت الصغير لان ال base دي او الحتة اللي فوق دي هتخش مع الحساب بتاعت total area بتاعت التاح يبقى زي total area of the solid حد equals التوط ال area for the greater cube plus اللاترال area for the smaller cube هنخلي side lens هنا S1 والside lens هنا S2 يبقى هتequال زي معنا total area يبقى 6 S1 squared plus 4 S2 squared S1 اللي هو 2 يبقى 6 times 2 squared plus 4 times 1 squared 6 times 4 24 plus 4 سيقوم 28 centimeter squared نخبأ دائما من المسائل زي دي ونحاول نحلل الشكل كويس علشان نعرف نطلع total area بتاعته يلا مع بعضين نشوف مسائل كويبويد كويبويد بقول لي هنا calculate the lateral area and total area for each of the following cuboids نعرفنا ان lateral area للكويبويد عبارة عن البرامتر للباز times height والtotal area كنا بنضيف على lateral area مساحة two bases اللي بقيين الشكل اللي قدامنا ده lateral area height equal البرامتر بتاع الباز اللي هو ايه twice plus الويدز اللي هو two times الويدز عندي 20 times الويدز عندي 12 الكلام ده times height اللي هو كم عندي اللي هو 17 لما نيجي نعمل على الكاكوليتر ستدينها 1000 and 88 centimeter square طيب احنا عايزين total area total area عبارة عن lateral area plus area of الباز اللي هي البازدية والبازدية اللي هات equal اللتر الاريا عندي بكام 1000 88 plus الاريا بتاعت البيز عندي بازة هي وعندي هي كل واحدة منهم الاريا بتاعتها 12 times 20 20 علشان دار تانجل الاريا بتاعته length times width يبقى كلام دا سيبقى plus 2 times 12 times 20 لما نيجي نعملها على الكاكوليتور ستدينها 928 ستدينها 928 سنتيمتر سنتيمتر سكوير طايم يلا هنا الاريا البرمتر بتاع البيز اللي هو twice اللانس بلاس الويدز 7.5 بلاس 2.5 كلام دا طايم زي الهائت اللي هو كام اللي هو 2 لما نيجي نعملها عكاكوليتور هتدينا 40 دي سيمتر سكوير ويبقى التوتال اريا عبارة عن اللاتورال اريا بلاس الاريا of التو بيز اللي هي 40 بلاس الاريا بتاعت التو بيز عبارة عن 2 تايمز الاريا الايه بتاعت البيز الوحدة اللي هي 7.5 تايمز 2.5 7.5 تايمز 2.5 تايمز الاريا بتاعت البيز الوحدة دايت لما نيجي نعملها على الكالكوليتور هتدينا 77 0.5 دي سيمتر سكوير تايمز مسألة بعد كده يولي البرامتر of the base of a cuboid 24 وال هايت 10 عايز اللاترال اريا بنعوض مباشر في القانون القانون بتاعنا بتاع اللاترال اريا بتايمز البرامتر of البيز times the height اللي هي 24 times the height by 10 تايمز 240 سنتيمتر سكوير طيب اللي بعديها بيقولك يبايد it's lens 6 والويت the 4 والهي 8 عايز اللاترال area والتوتال area اللاترال area عبارة عن البرامتر of البيز times the height طيب البيز عندي the dimensions بتاعتها البيز عندي عبارة عن الريكتانجل اللي بتاعته 6 وكام 6 وفور يبقى البرامتر بتاعه twice اللي هي 6 بلاس 4 الكلام ده هيبقى times the height اللي هو 8 ستدينا 6 وفور 10 times 220 times 8 160 centimeter square ويبقى total area ستدينا lateral area plus area of the two bases طيب البيز الواحدة الاريا بتاعتها بكام أنا عندي هنا 6 وفور يبقى الاريا بتاعتها 4 times 6 نعمل times 2 يبقى total area عبارة عن اللاترال اللي هي 160 plus 2 times 6 times 4 لماذا ستدينا 208 سنتيمتر square مسألة اللاترال of a square base with side lens 8 and its height equals 10 find lateral area with total area lateral area عبارة عن البرامتر of base times height اللي هتأكوالز معنا البرامتر بتاع البرامتر اللي هي 4 times 8 اللي هتأكوالز عندي بكام بتان اللي هتأكوالز ستديني 320 سنتيمتر square طيب والتوتال area عبارة عن اللاترال area plus الاريا of 2 bases البرامتر 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 عبارة عن square الصايد lens بتاعها 8 يبقى الاريا بتاعتها 8 times 8 أنا بقول لك 2 bases يبقى نعمل هنا 2 times أو twice area بتاعت 1 base بداحة equals اللاترال area 320 كلام ده هيبقى plus 2 times 8 times 8 لما نيجي نعمل على الكالكولياتور هتديني 448 سنتيمتر square يلا نشوف اللي بعد كده كيوبايد shaped box with a square base whose side length 9 والheight 20 عايز اللاترال والتوتل زي اللي فوق بالظبط يلا اللاترال area عبارة عن parameter of base times height لما نكتب القانوني بأفضل لوحة equal parameter بتاع base 4 times 9 الheight عندي 20 لما نعمل لما نعمل على الكالكولياتور هتديني سنتيمتر square ويبقى total area عبارة عن lateral area plus area of 2 2 bases يبدأ سيكون معنا 720 الكلام ده plus area 2 bases عندي 9 times 9 2 times 9 times 9 لما نعمل على الكالكولياتور يديني 182 centimeter squared يلا اللي بعدي يا حب أكيوبيد هو total area 132 والlateral 112 find area of its base سهلة ليه لأن احنا عارفين ان total area بتاقل the lateral area plus area of 2 bases يبقى area بتاعت ال2 bases لوحدها هات equal ايه نودي lateral area الطرف التاني بالsubtraction يعني area of 2 bases هات equal total area minus الايه lateral area اللي هي 132 minus 112 تديني 20 centimeter squared مين دول بقى دول area بتاعت 2 bases يعني base والsealing الbase اللي تحت والbase اللي فوق هو عايز area بتاعت البس فقط يبقى لازم اعمل division area d by two لازم نقسمها على 2 2 يبقى الاريا of the base الاريا of its base لأن القنون يقول لي أن البرامتر وف 2001 طايمز مين طايمز الهيط اودي ده تحت بالدفجن يعني الهيط عندي حي ايكولز اللاترال اريا ديفايد البرامتر او البيز لو حي ايكولز اللاترال اريا وان هندرد سكستي برامتر بتاع البيز تويس اللينس اللي عندي سابن بلس الويدز بسري اللي هي وان هندرد سكستي برامتر بتاعها 20 يديني 8 سنتيمتر يلا اللي بعديها كيبايد وإذا سكوير بيز يديني البرامتر بتاعها 20 والهيط 8 عايز اللاترال واللنسة بتاع البيز والتوتل سهلة جدا اللاترال اريا تبقى البرامتر البيز طايمز الهيط اللي هي ايكولز البرامتر بتاع البيز 20 اللي هي ايكولز البرامتر ديفايد 4 اللي هي 20 ديفايد 4 تديني 5 سنتيمتر طيب والتوتال اريا ديفايد ديفايد 4 اللي هي ايكولز البرامتر اللي هي ايكولز البرامتر الارية of ال 2 bases اللي هي اللاترال الارية 160 plus twice 2 times 5 times 5 اللي هي هتدينا 210 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعديها يقول إذا برامتر of the base of a cuboid equals 32 ومديني الهيد كده خلاص إن عرفت اللاترال if the lens of the base equals 9 find the lateral area with the total area of the cuboid اللاترال سهلة وإحنا بنجيب التوتل حتطر نجيب الأول إيه الويدز عشان عارف أجيب الارية بتاعة البيز يلا نجيب اللاترال الارية الأول اللي هي البرامتر of the base times the height اللي هي 32 times 10 يجديني 320 سنتيمتر squared طيب هو مديني الـ lens إحنا عايزين الـ width علشان نجيب الارية بتاعة البيزز يعني أنا عندي البرامتر بيقوالز إيه 2 times الـ lens plus mean الـ width ده معناه إن الـ lens plus الـ width هيقوالز كام البرامتر divided 2 اللي هو معناه إن الـ width بس الوحده هيقوالز البرامتر divided 2 ونطرح منه مين الـ lens يعني الـ width عندي هيقوالز 32 divided 2 minus مين minus 9 تديني 7 سنتيمتر كده نعرف نجيب الارية بتاعة البيز اللي هي 9 times 7 وأنا عندي الـ total area عبارة عن الـ lateral area plus twice الـ area of البيز أو الـ area of two bases لاحة إيقوالز الـ lateral area عندي 320 220 plus 2 times 9 times مين 7 هتديني على الكالكولياتور 446 سنتيمتر سكوير مساءة اللي بعد كده بيقولي كيوب is of edge lens 10 and the cuboid whose lens is 8 سنتيمتر with the five full height 17 عايز الـ difference between the lateral areas هنا هنجيب الـ lateral area للكيوب والكيوبويد نعملوه بسبتراكشن يلا أول حاجة الـ lateral area of the cube equal to the camp 4s السكوير اللي هي 4 times 10 السكوير اللي هي 400 سنتيمتر سكوير والـ lateral area of the cuboid هتبقى الـ parameter of the base times the height اللي هي الـ parameter بتاع base twice lens plus the width هيبقى 2 times الـ length عندي بكام 8 والـ width 5 8 plus 5 الـ times the height became the height 17 هتبقى الـ calculator 442 سنتيمتر سكوير يبقى ديفرانس هيقل زي معانا 442 كلام ده minus 400 يديني 42 سنتيمتر سكوير يلا لبعديها ستقل لك بوكس وزاوة 3 whose lens is 16 ووزاوة 7 and its height 19 سنعمل سنعمل عادي خالص بس وانا بجيب التوتال حنضيف فقط مساحة بيز واحدة لان هو وزاوة 3 ملووش غطا يبقى الـ الـ سنعمل ملاحظة الـ ديفرانس نعمل الـ 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 اللي هي 2 ديفرانس الـ 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 لسي عندي بـ كم سكستين الـ 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 على أدفع لدي بلاس الارية of البيز اللي هي 874 الارية بتاعت البيز اللي هي 16 times 7 هديدين عاكاكوليتور 986 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعديه يقولي اكيبويد بيز is a square of side length 32 and its height is 3 over 8 the side length of the base find its total area طيب طيب يلا نجيب الهيط الهيط عندي هي ايقوال 3 over 8 times كام times 32 هو ايالي كده ان الهيط عبارة عن الفراكشن ده من الايه من السايد لنس ده دي ديني 1 دي ديني 4 يبقى 12 سنتيمتر هو ده الهيط عندي يبقى lateral area عبارة عن parameter of البيز times الهيط اللي هي البرامتر بتاع البيز عبارة عن 4 times 32 times 32 times 32 times 32 32 ستضعنا على الكالكوليتور 3584 سنتيمتر سكويرد مثلاً اللي بعد كده بيقول لي The volume of a cuboid is 180 سنتيمتر cubed and the dimensions of its space are 5 1.2 نخبلنا دي دي سيمتر يعني دي عبارة عن 12 سنتيمتر Find its total area طيب احنا عايزين الهيط وحنا عارفين ان volume of cuboid بيقوال زي ايه length times the width بتوع البيز times mean times height يعني height لل cuboid هيقوال زي ايه volume divided length times the width اللي هي volume عندي 180 length عندي 12 والوزة عندي كام 5 هتديني كام هتديني 3 سنتيمتر بعد ما اجيب الهيط يلا نجيب اللاتر الارياء الاول اللي هي البرامتر of the base times the height اللي هي برامتر البيز أنا عندي هنا 5 for 12 يبقى 2 times 12 plus 5 times the height اللي هو 3 هتديني 102 centimeter squared with total area هتبقى اللاتر الارياء plus twice الارياء of one base اللي هي 102 plus 2 times الارياء بتاعت البيز اللي هي times 5 times هتديني 222 سنتيمتر squared حسنا سألنا بعد كده الشكل قدامنا ده أوليات كيوبويد بس فردنا دي كده البيز وده السيلينج السقف بتاعه لأي البيز التانية هنرفع الجنب ده والجنب ده يبقى فوق ونقفل التلق جوانب دول يبقى الفورمة solid is كيوبويد طيب اللاترال اريا عبارة عن ايه البرامتر بتاع البيز البيز عندي ده الديميشن ده 15 والديميشن ده هيبقى كام هيبقى 5 ده لما يطلع فوق هيبقى ده بالزبط يبقى الاترال اريا equals البرامتر of البيز times الهي اللي هي البرامتر البيز اللي هو 2 times 15 plus 5 times الهي عندي 5 هنا هيديني 40 times 5 200 سنتيمتر سكوير هنا 200 سنتيمتر سكوير طيب طيب عايزين total area total area هتبقى lateral area plus twice area of one piece اللي هي تبقى 200 plus 2 times هيبقى 15 times times 5 اللي هي 350 سنتيمتر سكوير يلا اللي بعد كده مساء اللي تشوز تشوز the correct answer the lateral area of the keyboard equals the parameter of the base times height lateral area لل keyboard with length 3 width 2 height 4 equals 8 البرامتر بتاع base اللي هو 2 times length 73 plus width 2 times height اللي هي 4 هنا 2 times 5 تديني 10 times 4 تديني 14 يلا اللي بعد كده the lateral area the cuboid with space in shape of a square with side length 8 لما يكون side length 8 يبقى البرامتر بتاعها كام البرامتر بتاعها 4 times 8 لو هنجيب the lateral area طيب الكلام ده هنعمل لي times height اللي هو كام اللي هو 5 تديني كام 4 times 5 20 times 8 160 سنتيمتر ايه squared طيب اللي بعديها عايزين total area يبقى لازم اجيب lateral area الاول lateral area البرامتر بتاع البيز البيز عندي كام ادي اللنس ودي الويتز يبقى 2 times اللنس عندي 12 الويتز عندي 6 كلام ده times height اللي هو 4 هنا 12 6 18 times 2 تديني 36 times 4 تديني 144 سنتيمتر squared عشان اجيب total area اضيف على lateral area الarea بتاعت ال2 بيز اللي هي 2 times 12 times 6 2 times 12 24 24 times 6 برضو 144 يبقى 144 plus 144 هتديني 288 سنتيمتر squared طيب اللي بعدي يقولي the height of the cuboid whose lateral area 120 يديني lateral area ومديني الdimension بتاع الباز 604 طبعا عندي height b equals a b equals lateral area divided parameter of الباز اللي هي lateral area 120 parameter الباز 2 times 6 plus 4 اللي هي 2 times 10 20 120 divided 20 تديني 6 سنتيمتر طيب اللي بعدي if the total area of a cuboid 32 والlateral area 12 زين area of 1 base طيب انا عندي area of 2 bases حت equals total area minus lateral area اللي هي 32 minus cam 12 يدين 20 سنتيمتر squared دمين دول 2 bases هو عايز area of 1 of its bases عايز area بتاعت الواحدة يبنى اسم 20 divide 2 تديني 10 طيب اللي بعد كده the dimensions of a base of a cuboid are 4 3 والlateral area 140 عايز volume طيب اجيب height الاول اللي هو lateral area على parameter of base اللي هو lateral area 140 140 parameter base 2 times 4 plus 3 14 140 divided 14 تديني كم تديني 10 centimeters volume عبارة عن a length times height times height اللي هي 4 times 3 times 10 120 centimeters cube مسألة اللي بعد كده بيقولي a swimming pool whose base is of dimensions 40 meters 10 meters والheight equals 2.5 عايز lateral area والtotal area مساءل المسألة 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 التي نحسب total area نضيف just one base لأن المسألة 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 مالوش بزع الوية مالوش غطا ok يلا lateral area حت equal a parameter of base times mien times height لا حت equals parameter base عبارة عن 2 times 40 plus 10 height عندي 2.5 40 plus 10 50 times 200 times 2.5 تديني 250 meter squared ويبقى total area عبارة عن lateral area plus area of the base نابز واحدة equal 250 plus area بتاعة base اللي هي 40 times 10 تديني 250 plus 400 اللي هي 650 meter squared يلا اللي بعديها بيولي زا كيف بوكس of a truck with inner dimensions 42.51 meters عندي truck زا ما انتو شايفين اهو ومدين ال dimensions بتاعتها بيولي is bent internally يعني ادهنت من جوه if each meter of the box to be binted cost 8 اجاب شا نباون لو كل square meter بيتكلف 8 عشان دهنو عايزين نحسب البنت cost في المسائل دي بنعمل ايه بنجيب total area وبعد كده نعمل لها times a التكلفة بتاعت الميتر الواحد يطلع للتكلفة الكلية يبقى لازم اجيب total area نجيب lateral area الاول lateral area عبارة عن parameter of the base times the height ادي البيز عندي هاي البرامتر بتاحها two times the length plus the width the length for 2.5 والهيط عندي بوان لما نجيب نعمل عاكاكليتور هتدين سيرتين meter square ويبقى total area عبارة عن lateral area plus area of elbez اللي هي 13 plus الarea بتاعت elbez four times 2.5 four times 2.5 13 plus 10 يديني 23 meter square دي مسألة ما خلصتش عايزين تكلفة كلية يبقى total cost هتكوال معنا 23 times 8 اللي هي هتدين عاكاكليتور 184 egyptian bounce مسألة اللي بعد كده بيولي attract box is in the form of acuboy whose inner dimensions 5 2.5 1.6 it's wanted to paint the inner box with paint عايزين ندهنه من جو the cost price of one square meter is 12 calculate the cost of paint زي المسألة اللي فاتت بالظبط هنا لما هنحسب total area برضو ده مفتوح من فوق لانه بيتحط فيه حاجات من فوق من فوق مفتوح فهنحسب lateral area ونضيف عليها just one base يبقى lateral area عبارة عن parameter of base times height اللي هي parameter base twice plus width 5 plus 2.5 times height اللي هو 1.6 لما نجي نعملها على الكالكولياتور هتجدينها 24 meter square ويبقى total area عبارة عن lateral area plus area of base اللي هي هتجدينها plus الاريا بتاعت البيز اللي هي 5 times 2.5 5 times 2.5 هتجدينها على الكالكولياتور 36 point 5 meter square طبعا المسألة ما اخلص لازم اخد total area اعمل لها times 12 علشان نطلع الكوست يبقى the cost of painting 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 و 2.5 و 1.8 It's wanted to cover its sides and the ceiling with sheet iron نأخذ بالنا نريد أن نغطي من السايدز والأي والسيلينج يعني المساحة الجنبية والسقف فقط يعني البزمج دخل معنا The cost of square meter is 15 Calculate the cost of required sheet iron برضو نفس الكلام سنحسب total area بس المرة السقف بس معها يعني area بتاعت البز الواحد وبعد كده نعمل لها times 15 يأخذني total cost يلا نجيب lateral area lateral area بعبارة عن البرامتر of base times height اللي سيكون 2 times 4 plus 2.5 الكلام times 1.8 سأخذنا على كالكوليتور 23.4 0.4 meter square طيب والتوتال area بقى هتقوال هتبقى lateral area plus area of ceiling لو السقف السقف 23.4 area of ceiling length times width اللي هي 4 times 2.5 ثم ثم سيكون 33.4 meter square نأخذ الارية دا نعملها times الكلام 1 meter يديني total cost يبقى the cost of the required sheet iron the cost of the required sheet iron and equal 33.4 times 15 هتبقى على كالكوليتور 501 Egyptian bounce المسألة المسألة بعد كده بيقولي a water tank is in the form of a cuboid of inner dimensions 3 with 2 1 and a half meters the required is to bend it internally عايزين ندهنه من جوه if the cost price of each square meter 10 then calculate the cost of bending of all the inner surface of the tank all the inner surface طبعا هيبقى السقف التاعه من جوه برده معي يبقى اول حاجة نحسبها lateral area lateral area هتبقى parameter of base times times height اللي هي هيبقى 2 times 3 plus 2 times height اللي هو 1.5 اللي هي هتديني على كالكوليتور 15 meter squared يلا نجيب total area total area هتبقى lateral area plus twice area of one base اللي هي هتاكولز معانا هيبقى 15 plus 2 times الarea بتاعت الباز اللي هي 3 times 2 اللي هي هتبقى 15 plus 3 times 2 60 times 2 12 يبقى 27 meter squared اعمل الarea دي times 10 the price of 1 meter يديني total cost يبقى the cost of painting هتاكولز معانا المساحة كلية times المساحة 1 متر 170 اجيبشان ماوس يلا اللي بعد كده يقولي الروم هتاكولز معانا 5 متر 5 موسيقى 5 5 موسيقى 5 موسيقى 5 موسيقى الوقت يحسب التكلفة لكن يقول ماهي؟ يقول للقوضة فيها شباكين وباب مساحتهم هل هتاكولز لا لا بعد ان نظر total area يجب ان نقوم بها subtraction لمين الarea موسيقى قبل ان نظر التكلفة نعود الانترال اول كما نعود البرامتر of base times height 1 equals 2 times length plus width 5 plus 4 times height 3.2 هتديني على الكالكولياتور 57 point 6 meter squared نضيف عليها بقى الarea بتاعت السقف يبقى total area هتبقى lateral area هنضيف عليها area of ceiling اللي هي مسحت السقف هتديني 57 point 6 plus area ceiling اللي هي 5 times 4 هتديني 77 point 6 meter squared هل دلوقت بقى اروح اعمل times الarea دي مع cost متر لا طبعا لازم اشيل منهم الarea بتاعت الايه الشابيك والباب يبقى ازا area without يعني من غير 2 ويندوز and زادوش هات هات equal 77 point 6 minus 8 اللي هي 69 point 6 meter square المساحة المساحة اللي عمل لها times 8 تديني total cost cost of binting او the cost of binting equal 69 point 6 times 8 اللي هي تديني five hundred fifty eight point 4 gypsum مسألة اللي بعدك يقولي a room of a squared floor whose length is four يعني الارضية بتاعتها مربعة والصائب بتاعها four and it's height كده خلاص نعرف اجيب the lateral area طيب بيقولي يبقى it has a door whose width is 90 والهي بتاعه two نخبالنا 90 cm اللي هي 0.9 meters نخبالنا من دي قوي it has two rectangular windows of length 100 cm and width 61 cm نخبالنا جدا من الابعاد دي 100 cm اللي هي one meter وال 61 cm دي zero point sixty one meter تمام calculate the cost of painting of the walls given that the cost price of painting one square meter is nine Egyptian pounds زي المسألة اللي فاتت هنجيب التوتال area ونشيل منها الفراغات اللي هي الببان والإيه والنوافذ والاريا اللي هتتبقى هي اللي هعمل لها times nine يبقى نقول كده lateral area دي قبرة عن البرامتر of the base times the height اللي هي parameter the base يعني four times four الهيط عندي بكام؟ عندي بثري هتديني 48 meter squared هو هنا في المسألة بيقول لي calculate the cost of painting of the walls يعني مش هندهن السقف عايزين نحسب بس تكلفة دهان الحوائط بس قبل ما أحسب التكلفة لازم أطلع مساحة الباب والتو ويندرز يبقى نكتب كده lateral area without door and the two windows دي هتاكوالز معانا the 48 هنشيل منها ايه بقى الاريا بتاعت الدور اللي هي zero point nine times two plus الاريا بتاعت التو ويندوز اللي هم two times one times zero point sixty one اللي هي هتاكوالز معانا هتبقى 44 point 98 meter squared الاريا دي بقى لما عمل لها times nine تديني التكلفة كلية يبقى the cost of painting هتاكوالز معانا 44 point 98 times times nine اللي هي هتديني four hundred four point eighty two اجاب شاب باونس يالا المسألة بعد كده بولي a room has a square floor of side lens five زي اللي فوق برده الارضيها مربعة والهائة two point eight it has a door of width 90 centimeters يعني zero point nine meter والهائب بتاعه two point twenty meters وفي عندي two windows each of dimensions one meter 60 centimeters اللي هي zero point six meters the walls and المرة بيقول لي ceiling of the room are bented يبقى الفرق بين المسألة دي واللي فوق اللي فوق قال لي عايز يدهن الوالز بس هنا بيقول لي الوالز والسيلنج تمام عند الكوست على سكور ميتر تن عايزين نحسد تكلفة الديهان يبقى نجيب اللاترى الارياء زي ما احنا متعودين اللي هي الارياء اللي هي الارياء ستبقى five times five الارياء عندي two point eight تديني عايز كالكولياتور fifty six meter سكورد احنا عندنا سقف حي الدهن يبقى فيه عندي total area اللي هي اللاترى الارياء بلص الارياء بتاعت السيلنج الارياء السقف هتبقى fifty six بلص السقف مربع زي الارضية يبقى five times five هتديني كام هتديني eighty one meter سكورد بعد كده لازم اشيل مساحة الفراغات من total area يبقى total area without الارياء of the door and the two windows هتديني هتكولز معانا the 81 نشيل منهم area the door اللي هي zero point nine times two point twenty كلام ده بلص ويندوز الارياء بتاعتهم two times one times zero point eight six the ten اللي هي seven hundred seventy eight point two Egyptian pounds المسألة اللي بعد كده لقى twenty four حلنا زيها بالظبط في شرح الدرس يلا نشوف twenty five بيولي اسو من قبول whose base is with dimensions forty وتن ومديني الهيط equals two hundred five centimeters اللي هي ايه اللي هي two point zero five meters it's needed to be covered by ceramic with a square shape of side lens twenty five centimeters عايزين نعمله كله بالسيراميك وهنستعمل بلاطة side lens بتاحها twenty five centimeters اللي مطلوب the number of boxes of ceramic is needed if each box contains twenty five units of ceramic عايزين عدد الكاراتيم بتاعت السيراميك اللي هنستخدمها وبيقول لنا ان الكارتونة الوحدة فيها خمسة وعشرين ايه خمسة وعشرين بلاطة يبقى احنا نجيب الاول عدد البلاطات ونقسمها عدد 25 يديني ايه عدد السنة دي وبعدك نشوف التكلفة اللي هو عايزها دي يبقى اول حاجة lateral area lateral area عبارة عن parameter of base times height اللي هي parameter 2 times 40 plus 10 times height 2.05 5 هتديني على الكالكوليتور 205 meter square لازم نديف عليهم الارضية يبقى total area عبارة عن lateral area plus area of base base اللي هي 205 plus area 40 times 10 يبقى 605 meter square طيب عايزين نجيب بقى عدد البلاطات يبقى لازم نجيب الarea بتاعة البلاطة الوحدة بالarea of one ceramic tile اللي هي البلاطة الوحدة هتـ equals ايه؟ انا عندي 25 سنتيمتر ناخدها كده يبقى 0.25 meter times 0.25 meter هتديني 0.0625 5 meter square نقدر نجيب دلوقتي عدد البلاطات يبقى the number of ceramic tiles هيكوال زي معانا total area divided ايه؟ الاريا بتاعة البلاطة هتديني 9000 680 tiles ده عدد البلاطون طبعا عايزين عدد الكاراتين يلا number of boxes of ceramic هيكوال زي معانا ايه؟ انا عندي الكارتون فيها 25 بلاطة يبقى نعمل النمبر ده divided divided 25 الاريا بتاعة البلاطة 387 0.2 boxes طب ناخد بالنا هل احنا لما هنشتري ينفع نشتري جزء من الكارتونة؟ لا انا لازم نشتري كارتونة كاملة عشان ناخد الفراكشن ده يبقى we need 388 سيراميك بوكس أو بوكسز سيراميك بوكسز لان احنا لازم نشتري كارتونة كاملة عشان ناخد منها الفراكشن ده بعد كده عايزي total cost لو السعر التعوان سكور ميتر للسيراميك 45 باونز يبقى هنعمل الاريا ده times 8 times 45 and the cost of covering 1 متر by ceramic 5 باونز ده فيه عندي تكلفة بتاعت الشغل ان اللي هيركب السيراميك هياخد على سكور ميتر الواحد 5 باونز يبقى نكتب كده total cost هتاكولز معنا 605 times times 45 ده تكلفة السيراميك نفسه plus 605 times mean times times 5 وده تكلفة بتاعت ال ايه الناس اللي هتتعمل وتركب السيراميك لما نعمل عاكوليتور هتديني 30,250 باونز باونز مساء اللي بعد كده بيو يوسف يوزد ابيسوف كارد بورد in the form of a rectangle its length 1.2 السيراميك 80 سنتيمتر 0.8 متر to form a cube shaped box whose edge length is 30 سنتيمتر 0.3 متر calculate the remaining paper after forming the box يعني عندي قطعة من الكارد بورد على شكل ريكتانجل سنكون منها كيوب عايزين اللي هيبقى منها يبقى نجيب الارياء بتاعت الكارد بورد والتوتال الارياء بتاعت الكيوب نعملهم بسبتراكشن يبقى اول حاجة الارياء of the rectangular كارد بورد كارد بورد حات ايكولز 1.2 تايمز 0.8 اللي هي هتديني 0.96 متر سكويرد طيب والتوتال الارياء للكيوب هات ايكول 6s² اللي هي 6x 0.3 سكويرد هتديني 0.54 متر سكويرد يبقى 0.96 0.54 اللي هي هنا عندي 2 هنا عندي 4 متر سكويرد يلا نشوف اللي بعد كده بيقول لي if the total area of the cuboid is 400 سنتيمتر سكويرد وبيقول لي side length of its square shaped base 10 عايز the height اللي ممكن اجيبه الاول اجيب الارياء بتاعت الباز يبقى الارياء of one base هات ايكول 10 times 10 اللي هي 100 سنتيمتر سكويرد يبقى الارياء of two bases هات ايكول زمعية 2 times 100 اللي هي 200 سنتيمتر سكويرد يبقى الارياء الارياء هتبقى الارياء منس مين الارياء of two bases اللي هي 400 منس الارياء بتاعت ال two bases 200 هيدين 200 سنتيمتر سكويرد طيب الهيط عندي بيقوالز ايه بقى الارياء divided the perimeter of البيز اللي هي تبقى 200 برامتر البيز عبارة عن 4 times 10 يديني 5 سنتيمتر يلا نشوف مسائل اكسلنت بيوبلز بيقولي هنا تبقى الارياء تبقى الارياء of a cube shaped piece of metal is 384 سنتيمتر squared مديني تبقى الارياء لكيوب يبقى نقدر اجيب الصيد لانسي بتاعه يقول it's melted and shaped like a cube whose base dimensions are 16 and 2 مش مديني يقول find the total area للقيوب علشان اجيب total area لنجيب اجيب اجيب الهيط ازاي انا عندي معلومة مهمة ان الكيوب حصل له melting داب وتحول الكيوب يعني في عندي حاجة ثابتة اللي هي volume انا عندي في المسألة هنا volume of الكيوب هي equals volume of الكيوب دي جزئية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها ودي اللي هتساعدني في حل المسألة وانا عندي total area for الكيوب equals six s squared يبقى s squared هت equals total area 384 divided 6 دي هتديني 64 centimeter squared واللي منها زين ال s عندي هت equals كام a by 8 d 64 ال 8 يبقى s عندي 8 سنتيمتر طبعما جبت أقدر أجيب volume بتاع الكيوب يبقى يبقى of the cube هي equals side length cubed اللي هي 8 cubed اللي هي 500 centimeter cubed ودي برضو تعتبر volume بتاع الكيوب يبقى height of the keyboard هي equal a volume divided the length times the width اللي هو 512 divided the length عندي 60 times 2 اللي هي 60 centimeters كده المسألة بقت سهلة عندي كل dimensions بتاع الكيوب يلا نجيب له total اول حاجيب lateral area of الكيوب هتاقوالز البرمتر بتاع الباز اللي هو 2 times 16 plus 2 هتديني 5 hundred 76 centimeter squared وبعد كده نضيف عليها الارياء بتاع الباز total total area of الكيوب هتاقوالز lateral area 5 hundred 76 plus twice الارياء بتاع الباز الوحدة اللي هي 2 times 16 times 2 ستديني مسألة فعلا تعتبر مسألة رائعة بصراحة جايبة حكاة عن الفوليوم وتختبر ان انت فهم يعني ايه ملتنج ان طالما حصل ملتنج والمتاريال اللي تحولت من شاب لشاب فالفوليوم ثابت سألة جميل قوي مسألة اللي بعد كده بيقول لي المسافة من اول هنا كده 12 سنتيمتر بيقول لي خدنا منه جزء كده عبارة عن كيوبيد المطلوب المطلوب عايزين total area بتاعت الكيوب بعد اما خدنا منه الايه الجزء ده طيب ناخد بالنا اولاد هو انا لما خدت الجزء ده هل الارياء بتاعت الباز ديت نقصت منها المساحة دي ولا موجودة هي ما قدامي هي موجودة طيب الفاز ده اللي في وشي ده لما خدنا الجزء ده هل نقص الارياء دي ولما بص كده من الجم هشوف بردك الايه الجزء ده هشوف الجزء ده ده مش كده وبس الفصل اللي هو الفصل اللي هو في الظهر ده اللي هو ده لو جينا بصنا من هنا هنلاقي جزء هنا مستخبي ورا الايه ورا الحتة دي كده ده اكنه الجزء اللي ايه اللي اتقطع ده يبقى total area مش هتتغير خالص موجودة الجزء اللي فوق اهو والجزء اللي في الوش اللي في الصيد ده اهو والجزء اللي في الصيد التاني موجود اللي هو ايه اللي هو اهو يبقى total area عندي هنا هت equals 6s squared اللي هي 6x12 squared اللي هي هتديني 864 cm squared